السلام عليكم السلام عليكم هل تقول الشباب المغربي يتزوجون بشكل كثير منظركم؟ نظر المجتمع لنا لا نقوم بشكل كثير منذ بيات تخطيط أو أعطيتنا أن الشباب المغربي يتزوجون بشكل كثير منظر المجتمع دينا كمجتمع إسلامي ودولة إسلامية يعني الشاب يصل إلى بلاد سيطاناج يعني يصل إلى بلاد لاج خاصه يتزوج لأنه كيف تعرف الكواريت وكيوقعوا بزاف دي المشاكيل وإذن الشاب يصل إلى بلاد لاج وما يتزوج يقول له بادي يشوف بزاف دي الحويج المندوبية أعطتني الإحصائيات لأن الزواج في المغرب كثير لأن الشاب بك يحس برأسه بأن المغرب وصل لقمة في الدول العربية والدول الأجنبية أنه يقول في المرتبة من المتطلبات الأولى أن الإنسان يتزوج إن المتطلبات الأولى أن يكون باهم الروس Shh.. كلهم يكون قادر على المسؤولية يج Jacobslookingة وشركة ل verdictAlcecules هذا هو المهم أن يجدها حكذا سب Technologies نشوف حوبيا وكذا لأن الله سبحانه وتعالى بذلك و حدان نجاج لدى مودة ورحمة و ظاوي Bunu . لكن الله سبحانه وتعالى حب و فييداله و satuا أجاب لأن الشاب المغربي بطبيعة وأنه قريب للمجتمع الإسلامي يرى رأسه أنه قادر أن يهزل المسؤولية تبارك الله هذا الشباب أطور يتخرجوا أطور في الوظيفة العمومية كالشرطة ومثال الوظائف التي تشاهدونهم لا نقول أننا لدينا خدمة 100% في المغرب في وجدات الخدمة أو الإنسان اللي يبس عليه أو يتخلص مزيان كيف حاجة الإنسان يتطور في المغرب؟ كما قلت لك على حساب الدريال الذي يريد أن يجمع رأسه وقال بالمغرب من طهرًا bye وقال بأنه من كلمين كان يحظون والبناطم بالمغرب من أغلبية أصدقاء جميع الضغطة أفرغض من أصدقاء وعبس أصدقاء يسكي على شخص أخف cuando أقول لك من أصدقاء المغرب أنا أصدقاء أفرغض أما أتفقاء بأي أفرغض من أصدقاء لا يمكن أن أدوء إذا لم يكن لدي خدمة جيدة مؤخراً نرى الكثير من الشباب أنهم لم يتعطوا بالزوج أكثر من المسكين لم يكن لديوا خدمة ومن المسكين لديهم شروط لديهم مستحيل أن يكونوا ومن المسكين يتعطوا بشكل جيدة يتقتمون بشكل جيدة ومن المسكين يتعطون عاماً كان يتقلون عاماً ومن المسكين يتعطون العاماً أنت أتكلم أحسب مسؤولية وفلوس ممكن تمنى والدولة تعاوننا تنظل أن الشباب بالعكس ولا تهرب من الزواج بسبب ارتفاع المعيشة والساكان والتهوية وفرص الشغل لا يبقى بالزواج لا يبقى بالزواج لكن لا يوجد مشكل الزواج لا يوجد مشكل في الزواج اشتركوا في القناة